الجانب الثاني برضو عايزة أطمنكم على إصابة إمام عشور النهاردة إمام عشور كان موجود في التدريبات مع المنتخب الوطني وشفنا لي بعض الصور على صفحة اتحاد الكورة وبتمرن النهاردة مع المنتخب يعني الحمد لله الإصابة اللي خرج بسببها في مباراة المنتخب إجهاد بسيط كده في العدل الضم حسب ما أعلن جهاز المنتخب وهي بسيطة إن شاء الله والنهاردة إمام عشور شفناه في التدريبات ومع البعثة اللي غدرت منذ قليل للصفر إلى غينيا بيساو بمناسبة صفر المنتخب يمكن دكتور أشرف صبحي حرس على التواجد في المطار في مطار القاهرة لتوضيع اللاعبين قبل الصفر إلى غينيا بيساو وعايزة أقول أكد لحضراتكم أن بس المنتخب سفعت ويرافق البعثة جمال علام رئيس اتحاد الكورة وهو رئيس البعثة والأستاذ خليد الدرندالي نائب رئيس اتحاد الكورة وتوجد الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذ الاتحاد الكورة من أجل الاتميناء على إجراءات سفر البعثة رحلة السفر هتستغرق 8 ساعات يعني الفرقة سفرت ساعة 4 أو 5 مثلا توصل على الساعة 12 أو 1 من صباح يوم الأهل مهم توصل بالسلامة إن شاء الله ويكون فيه استعداد لهذه المباراة بكرا يكون فيه تدريب واحد تدريب وحيد على ملعب المباراة والمباراة يوم الاثنين أتمنى أن يكون الجهاز الفني استعد بشكل كويس للمباراة دي المفروض المنتهر كان يسافر من إمبارح الجمعة ولكن فضلوا أنهم يأجلوا السفر ليوم السبت طيب ده بالنسبة للأهلي وده بالنسبة لإمام عشور وبطمينكم إن الحمد لله ما فيش أي إصابات هي وسام أبو علي بس الإصابة الوحيدة اللي خرجت من الأجندة الدولية بالنسبة للاعاب النازل آله قدامك وهي دي سورية إمامي اللي كنت بتكلم عليها النهاردة في تدريبات المنتخب الوطني وبطمينكم إن إمام إن شاء الله جاهز هو بس النهاردة كان بيشتكي من الحرارة العالية نهاردة الفريق المنتخب كان بيتمرن الصبح في استاد القاهرة ودرجة حرارة عالية جدا شوفنا بعض الصور واللقطات كده والفيديوهات يعني أكيد ربنا يكون فعوني جميع في درجات الحرارة العالية اللي بنعيشها دلوقتي في القاهرة طيب ودامكم طبعا هي صور تدريبات تلعبي منتخب مصر من ضمنهم طبعا لعبي النادي الأهلي مرعون عطية وعدد من لعبي النادي الأهلي